في مصر أم الدنيا لا تستطيع أن تفرق بين شخص مصري وآخر غير مصري فمن يلجأ إلى أم الدنيا يندمج سريعا في المجتمع المصري وإحنا معنا أبرز النجوم والمشاهير الذي لديهم أصول غير مصرية ناجيب الرحاني اسمه بالكامل ناجيب إلياس ريحانة ولد في 21 يناير عام 1892 في حي باب الشعرية لأب عراقي وأم مصرية وكان يعمل في تجارة الخيل واستقر به الحال للعمل في القاهرة زينب صدقي ممثلة مصرية من أصل تركي ولدت في 15 أبريل عام 1895 وبدأت العمل في التمثيل عام 1917 وساعدتها ملامحة طيبة أن تؤدي دور الأم والحماة في أغلب أفلامها السينمائية ماري مونيب وهي فنانة سورية ولدت في العاصمة السورية دمشق عام 1905 ثم انتقلت هي وأسرتها للإقامة في القاهرة وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المسرح حيث عملت في العديد من الفرق المسرحية فريد شوئي ولد فريد شوئي في حي السيدة زينب بالقاهرة في 3 يوليو عام 1920 وكان جده لأبيه موظفا بقصر عبدين من أب تركي وأم مصرية وجده لأمه من أم مصرية وأب تركي وقام الفنان الراحل بإنتاج العديد من الأعمال السينمائية أنوار وجدي وهو ممثل مصري من أصل سوري ولد أنوار وجدي في القاهرة عام 1904 واسمه الحقيقي محمد أنوار وجدي وأسرته كانت تعمل في تجارة الأقمشة في حلب وانتقلت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر هند رستم ولدت الفنانة هند رستم في 12 نوفمبر عام 1929 فحي محرم بك بمدينة الأسكندرية لأب مصري من عائلة تركية ويعمل زابط شرطة وانفصل عن أمها وهي طفلة صغيرة مديحة يسري ولدت مديحة يسري في مدينة القاهرة عام 1921 لوالد تركي وأم سودانية ودخلت المجال الفني عام 1939 وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتميزة عادل أدهم ولد عادل أدهم في 8 مارس عام 1928 بحي الجمرق بالأسكندرية وكان والد محمد حسن أدهم موظف كبير ووالدته خديجة هانيم تكوش من أبوين أحدهم يوناني والآخر تركي شادية وشككتها عفاف شاكر ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر المعروفة بشادية في يوم 8 فبراير عام 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية وهي ابنة المهندس الزراعي أحمد كمال ووالدتها ذات أصول تركية سهيري البابلي ولدت سهيري البابلي في عام 1937 في مركز فارس كوربو محافظة دميات لعائلة ذات أصول عراقية في مدينة بابل وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى العربية ثم اتجهت في النهاية إلى العمل المسرحي سعاد حسني ولدت سعاد حسني في حي بولاء قرب قصر عبدين في القاهرة وكان والدها الخطات السوري المعروف محمد حسني البابا وجاء من سوريا إلى مصر وقام بزخرفة قسوة الكعبة المشرفة حينما كان يعمل في القصر الملك السعودي عبد السلام النابولسي ولد عبد السلام النابولسي في 23 أغسطس عام 1899 في عقاس بتارابولس شمال لبنان لأسرة ذات أصول فلسطينية لكن جزوره تعود لمدينة نابولس الفلسطينية شويكار ولدت شويكار إبراهيم توبسة قلب الأسكندرية في 24 نوفمبر عام 1935 لعائلة تركية الأب من أصل تركي وأم من أصل شركسي وبدأت في الأعمال السينمائية من خلال دور صغير في فيلم حب الوحيد من إخراج كمال الشيخ صفية العمري ولدت صفية العمري في 20 يناير عام 1949 لأب فلسطيني وأم مصرية وحصلت على بكالريوس التجارة ثم درست اللغة الروسية لتعمل مترجمة في المؤتمرات الدولية ولكن اكتشفها الفنان جلال عيسى لتكون بداياتها الفنية في السبعينار ليلى علوي ولدت ليلى علوي في عام 1962 لأب مصري وأم يونانية وبدأت حياتها الفنية وهي طفلة في برنامج قبلة فضيلة في الإزاع وبرنامج ماما سميحة في التلفزيون ودرست في مدارس فرنسية وتخرجت من كلية التجارة عام 1991 هالة صدقي ولدت هالة صدقي جورج يونان عام 1961 لأب فلسطيني وأم مصرية وعاشت في طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية وبرعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة في السباحة وحصلت على لسانس الأداب عام 1981 عمر الشريف ولد عمر الشريف في عام 1932 في الأسكندرية لأسرة ميسورة الحال لأب لبناني ووالدته تدعى كيلير ساعدة من أصل لبناني سوري وهاجر والده من لبنان إلى مصر واستقر فيها الفنانة لوسي ولدت الفنانة لوسي في عام 1956 وأوضحت أنها فلسطينية الأصل وليست مصرية كما هو معروف ونشأت في شارع محمد علي وبدأت قراقصة في حفلات الزفاف والملاهي الليلية شمس البرودي واسمها بالكامل شمس الملوك جميل البرودي من موليد 4 أكتوبر عام 1945 وولدت في الوراء بالقاهرة وهي من أصول سورية وقدمت العديد من الأعمال الفنية قبل الاعتزال وارتداء الحجاب نجو فؤاد ولدت الممثلة والراقصة نجو فؤاد لأب مصري وأم فلسطينية في مدينة الأسكندرية عام 1939 وبدأت حياتها الفنية قراقصة ثم اتجهت إلى السينما وشارقت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية نهال عمبر ولدت نهال عمبر في القاهرة لأسرة ذات أصول شركسية في عام 1961 وعاشت لفترة من حياتها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت إلى مصر لتدرس في كلية السياحة والفنادس وعملت في هذا المجال عدة أعوام قبل أن تدخل المجال الفني شيرين سيف النصر ولدت في عام 1967 لأب مصري ذات أصول تركية وأم فلسطينية وتخرجت من كلية الحقوق عام 1991 وعاشت في فرنسا عدة أعوام ثم التقى بها الفنان والمخرج يوسف فرنسيس أثناء عمله في السفارة المصرية واكتشفها أحمد ميكي وشقيقته ناس ميكي عاش أحمد ميكي وشقيقته معظم أعوام عمرهما في مصر لكنهما ولد في وهران بغرب الجزائر لأب جزائري وأم مصرية ثم انتقل إلى مصر مع والديهم وعاش في حي الطالبية ويحملان الجنسيتين الجزائرية والمصرية مي عز الدين واسمها الأصلي مهتاب حسين عز الدين ولدت في أبو زبي بالإمارات عام 1980 وتربت في مدينة الأسكندرية وولدت لأسرة ذات أصول تركية حيث كانت جدتها تركية ثم اتجهت إلى عالم الفن وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة هنة وحلة وماية ورشا شيحة وهم عملوا جميعا في عالم الفن ولكن الذي استمرت هي الفنانة هنة شيحة وهنة شيحة من موليد 25 ديسمبر عام 1985 في لبنان لأم لبنانية وأب مصري وهو الفنان التشكيلي أحمد شيحة غادة عادل ولدت غادة عادل في مدينة بني غازي بليبيا في عام 1974 لأم سوريا ووالدتها هي شقيقة الفنانة شمس البرودي ودرست إدارة الأعمال في كلية التجارة والاقتصاد ثم عادت إلى مصر وبدأت مشورها الفني من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى العمل السينمائي نيلي كريم واسمها بالكامل نيلي محمد السيدة عطلة ولدت في الأسكندرية عام 1974 لأب مصري وأم روسية وصافرت مع والديها إلى روسيا والتحقت بمدرسة البالي منذ أن كانت في الرابعة من عمرها وعادت إلى مصر في السادسة عشر من عمرها وتخرجت من معهد البالي واتجهت إلى الدراسات العليا قسم إخراج وقدمت فوزير رمضان تحت اسم حلم والعلم ومنها اتجهت إلى التمثيل سمية الخشاب واسمها بالكامل سمية سعيد السيد فتيحة من موليد عام 1967 بالأسكندرية وكشف الفنان داود حسين في حلقة جديدة من برنامج فاصل ونعود مع داود عام 2013 أنها كويتية الجنسية وتخرجت من كلية التجارة جامعة الأسكندرية في عام 1997 ميرفاة أمين واسمها بالكامل ميرفاة مصطفى أمين من موليد 24 نوفمبر عام 1948 في محافظة المينيا لأب مصري وأم إنجليزية وحصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب جامعة عين شمس ثم اتجهت إلى العمل الفني وقدمت العديد من الأعمال المتميزة أحمد زاهر من موليد عام 1975 لأسرى ذات أصول تركية وتحديدا من مدينة قونية وهو من أصل بشوات والتحق بكلية التجارة التي ترقها في العام الثالث للالتحق بالمعهد العالي للفنون المصرحية وبدأ مشواره الفني من خلال مسلسل ذئاب الجبل وهو ما زال يدرس في المرحلة الثانوية وهؤلاء الفنانين من أصول غير مصرية ولكننا نعتبرهم مصريين لأنهم قدموا العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمتميزة وأضافوا كثيرا إلى الفن المصري شكرا جزيلا لحسن المتابعة شكرا جزيلا لحسن المتابعة